اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بمعنى ان البنايات المتوجدة بهذه المنطقة لا تخضع لمعايير التي تخضع لها البنايات المصممة بالاسمنت والخرصان المسلحة والتي هي خضعة لقوانين السلامة ضد الزلازل طبيعي جدا انه نشوف خصائر مهمة وكبيرة جدا في البنايات وحتى كذلك في البشر وهذه المناسبة نترحم على ارواح الشهداء صلى الله عليه وسلم وكذلك كانت من الشفاء العاجل نفسي والجسدي لبقايا والناس ليبقي على قيد الحياة فقلت اذا الاضرار كانت كبيرة وكبيرة جدا للاشارة فهذه المنطقة التي نتحدث عنها وهذه المنطقة التي يلترونتها الحوز ومنطقة الجبلية ما يميز وهو هذا البناء اللي هو البناء الطيني وهذا البناء الطيني هو بناء تاريخي جدا هو من أنواع البناء التي استمال الإنسان منذ القديم لأول حاجة تواجد المادة الخامنة هي الطين قرب الإنسان بمعنى أنه سهل في البناء ثم كذلك للخصائص الحرارية والفيزيائية التي يتميز بهذا النوع من البناء بحيث أنه يعازل حراريا وكذلك يقاوم بعض الأم الأخرى كالأمطار وإلى غير ذلك والثلوج بطبيعة الحل إن تمت قويته ببعض المقويات الطبيعية كالجير أو كبعض الأمور مثل فضلات الطبيعية فإذن هذه المنطقة تتميز بهشاشة البنايات وبطبيعة الحل عدم احترامها للمعايير الزلزالية منطقة كانت قريبة من البؤرة الزلزال فطبيعي جدا أن نجد هذا الكم الهائل من الخصائر في البنايات إذا نظرنا إلى القيمة دير هذه المنطقة تاريخيا واجتماعيا فهذه المنطقة قد نقول أنها خزان البناء الطيني في المغرب إذا شفنا على مستوى المغرب كله فهذه المنطقة عندها واحدة خصوصية هو هذا تواجد كم كبير من البناء الطيني فهل ونحن نتحدث عن إعادة الإعمار هل سنطمس هذه الهوية ونبدأ من جديد نوعا جديد من البناء يعني يقاوم الزلازل وغير ذلك دون الأخذ بعيد الاعتبار هذه الخصوصية دير المنطقة خصوصا وأن مسألة أخرى أنها تاريخ ربما قد يعني مجموعة من الدول التاريخية التي مرت في المغرب يعني كان المنطلق ديرها من هذه المنطقة فإذا كان واحد حامولة تاريخية واحد حامولة نعم واحد ترات معماري قديم الذي لا يمكن التفريط فيه هكذا فإذا كنا نتحدث عن الحلول أو المقترحات من أجل إعادة البناء هنا يعني كاتحاد وطني المنديسي للمغرب احنا اقترحنا أن أول حاجة لا يكون الحل فرضيا بمعنى أنه لا يكون الحل جماعي وأن يكون إسهام جميع المتدخلين يعني المتدخلين في عملية البناء والمستفيدين كذلك فإذا لا بد أول حاجة أول سيء أن نأخذ بعني اعتبار يعني ماذا تريد الساكنة ثاني حاجة بطبيعة الحال ماذا يريد أصحاب القرار وأن لا ننسى وهذا أمر مهم ماذا يقول أصحاب الإختصاص وهو المهندسون المدنيون والمعماريون والجوفيزيائيين والجيوتقنيين كل له ما يقول في هذا المجد هي الإعادة الإعمال فإذا هل يمكن أن نعيد البناء يعني ونحافظ على المعمار التاريخي أقول نعم لأن المغرب ولله الحمد بعد زيزة الحسيمة الأليم الذي كان في سنة 2004 وما رفقه من إعادة الإعمار خالصة إلى قانون يسمى بقانون بناء طيني مقاوم للزلازل وهذا القانون قانون مهم جدا وقد نقول مع تجارب القريلة على مستوى العالمي التي نجدها فيها أنواع مثل هذه النوع من القوانين لأنه قانون يمكن من بناء طيني مقاوم للزلازل كيف ذلك؟ هذا فقط بعض اللمحات من هذا القانون فالقانون يقول مثلاً أنه لا يمكن أن نتحدث عن بناء طيني في مناطق مهددة أصلاً بأنشطة زنزالي أو قريباً من البؤر زنزالي أو مثلاً قريبة من مناطق التي فيها مثلاً شقوق جيولوجية أو فيها قريباً من انهيارات التربة فإذاً سفوح الجبل فبعض الحال هل نمكن أن نعيد الإعمار؟ ونحن البلطاني نعم ولكن بشرط هل سنعود إلى الأماكن التي كانوا يعيشوا فيها الساكنة؟ طبعاً هل قد لا نعود إن كنا نريد شرط السلامة لأنه إن نظرنا إلى المناطق التي بها الساكنة حالياً فقد نجد أنها تقريباً بعض منها مستحيل أن تصل إليه بطرق التي هي عادية وربما إن عدنا إلى تلك قد نقول أن الأسباب لا أدت إلى ذلك لها مجموعة من الأسباب ولكن حالاً إن أردنا أن نعيد البناء فلا يمكن أن نقبل ببناء في منطقات مهددة للساكنة ومهددة لسلامتهم لا بد أن يكون البناء في مناطق آمنة كما قلت بالنسبة لهذه الحلول الحالية المقترحة يعني قد نسمع حلول كثيرة ولكن ما أعيد تأكيد على هذه النقطة هو أنه لا بد من أخذ بعيد اعتبار الجميع هناك إشكال واحتحدي مهم جداً هو تسريع عملية الإعمار وهذه مسألة تسريع عملية الإعمار تحتاج إلى تفكير عميق حالياً الحمد لله كانوا نحن مسؤولون والسلطات المكلفة قامت لحسب ما ورد في مجموعة من وسائل الإعلام أنه سوف يتم إعداد من أجمع من أجل تتبع عادة الإعمار هذا شيء جيد جداً ولكن الأساس والمهم هو كيف نعيده بإعدادة بناء الإعمار بسرعة وبسلامة فمثلاً قد نقول أنه من أجل تسهيل عملية الإعمار قد نقول مثلاً وهذا من الأشياء المقترحات التي اقترحنا كذلك في الاتحاد الوطني المسلم المغرب هو أن لا نترك الساكنة في صراع مع التصاميم ومع الترخص يجب أن تكون المسألة موضوع رهن الإشارة الجميع بمعنى أنه قد نضع بعض تصاميم نموذجية موضوعة تخضع جميع المعايير السلامة فيكفي أن تأخذها ثم تقوم بالإنجاز يعني مقاومة فيها جميع الخصائص للمعمارية عمرانياً وكذلك على المستوى السلامة تخضع لمعايير السلامة يعني خضعت لمراقبات مكاتب الدراسات ومراقب مراقبة تقنية يعني على المستوى الهندسي وعلى المستوى الهيكلي فهي سليمة وزلزلة فهي سليمة تيبقى المسألة الأخرى والنقطة الأساسية المهمة جداً هو إنجاز الأشغال فقد يعني نطبق جميع المعايير على مستوى الورق ولكن على مستوى الإنجاز إن لم ننجز الأشغال وفق معايير مضبوطة يعني ستبقى فقط أمور لهي نظرية وغير قابلة للإنجاز فلذلك يعني من المقترحات التي اقترحناها أن نوفد العملية ثم أمكن أن تكون هناك صفقات دفاتر تحملات نعم دفاتر تحملات دقيقة ومضبوطة جداً يعني من أجل إنجاز صفقات مع شركات مسؤولة ولها من المسؤولية الكثير ثم هذه الشركات تخضع للمراقبة يعني بطبيعة الحال لا بد من أن تكون هناك دفاتر تحملات مضبوطة وتمكن هذه الدفاتر تحملات إنجاز صفقات للأشغال مع شركات يعني تحترم هذه الدفاتر ثم تخضع تبع حال الشركات للمراقبة من طرف المسؤولين الذين يعني وضعوا من أجل هذا القرار هذا يعني طريقة يعني من طرق التي سوف إن شاء الله تمكننا من إنجاز أشغال وفق ما نطلوب كذلك من أجل تسريع هذه العملية ممكن كذلك ومن اقترحنا يعني وهذا ما يفعله في جمعة مشاعر الكوبرة التي يعني نبتغي من خلالها وتسريع الأشغال هو نشتغل بطريقة أو يعني أن نقوم بإنجاز يعني بعض الأجزاء أجزاء البنايات أن تنجاز في يعني في أوراش أخرى بحيث تتقوم هذه العملية بتسريع إنجاز هياكل البناء يعني تأخذوا وتوضعوا في أماكنها بطريقة يعني مباشرة هذا سيمكن من طريقة حمل تسريع الأشغال هل يمكن البناء الطيني أن يخدع للعملية أو الإعداد القابلي؟ نعم لأننا نمديش كبير عن مستوى العالمي أننا ننجز يعني أن نقول ديفوال أو ديمير أو حوائط يعني طينية موجودة ننجزها فنقوم بحملها ونضعها في أماكنها والأمر يعني يعني مويسر وهناك أيضا مجموعة من طرق أخرى التي لا يسعى المجال لذكرها كلها ولكن المهم هو هنا يجب أن نشرك الجميع وخصوصا يعني قما قلت التقنيين والمهندسين في هذا المجال عن نسبة للتجارب دولية على مستوى عيدات الإعمار يعني عدد التجارب وربما آخرها يعني تجربة توركيا التي يعني مكنت من إعادة إعمار الساكنة في وقت قصير جدا وجيز جدا طبعا الحال لا عندهم شيء يعني نفس طبيعة دي التضاريس التي عندنا ولربما المشكلة ولكن يعني تمكنوا بفضل إرادة الجميع من أجل يعني أنه يوطنوا الناس في واحد الظرف الوجيز جدا جدا وهذا كان زمانا يعني الرضا الجميع وهذا ما نتمنى إن شاء الله كذلك على مستوى بلادنا فانشغلنا إن شاء الله رائدين على جميع المستويات